بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترا ومازلنا مستمرين معاكم بإذن الله في مادة الباثولوجي جزئية الجنرال المحاضرة الخامسة الانفلاميشن وتحديدا الجزء الثاني من الكورس هذا تمام؟ في الجزء اللي فات اللي وفرته الكم مجاني على اليوتيوب خذينا مقدمة على الانفلاميشن وحكينا على كل النقاط امتاع محاضرة الانفلاميشن وخذينا تعريف الانفلاميشن أسباب الانفلاميشن وخذينا شنهن العلامات اللي يصيرن في أي أورغن لما يكون صاير فيه انفلاميشن حكينا عليهم كلهن وسميناهن الكاردينال ساينز اوف انفلاميشن واللي هنا البين والريدنس والهوتنس والسولينغ واللصف فانكشن الكلام هذا كله كان قاعد في أول شريحة من هنا قلنا أسباب الانفلاميشن أي نكروسز بغض النظر عن شنه السبب بنتاعة وقلنا ان الانفلاميشن هو عملية يدير فيها جهاز المناعة علشان يقضي على السبب اللي أدى إلى النكروسز وعلشان ينظف النسيج الميت وبعدها يبقى يعطي الأمر ببدأ عملية الهيلينغ تمام وقلنا ان خطوات الانفلاميشن حيندارا عن طريق تغيرات في الأوعية الدموية وعن طريق تغيرات في خلايا الدم البيضاء ففي عندي WC WBC events وعندي Vascular events حيصيرا في الانفلاميشن وكل event منهن حيكون فيه Chemical Mediator حينفرز يعطي أمر بحدوث الـ Event هذا ال Chemical Mediators هذنه هن اللي حيسببهم في حدوث Vasodilation مما يؤدي إلى زيادة الدم اللي جاي للعضو الملتهب مما سيجعل لونه أحمر وحيخليه صاخن وكذلك المواد هذنه هيزيدا من الpermeability امتاع البلود فيزلز فتؤدي الشي هذا إلى خروج الماء من تيار الدم إلى العضو الملتهب فينتفخ العضو الملتهب ويصير عندي أوديما وكذلك ال Chemical Mediators هذنه نشطا الأعصاب اللي حسا بالبين فيحس الإنسان بألم من المنطقة الملتهبة وكذلك المنطقة الملتهبة معاش تقدر تخدم كويس فيصير فيه loss of function السينز هذنه الخمسة ممكن يجنكم short note هذين العلامات الرئيسية اللي لما تلقاهن في أي عضو من أعضاء جسمك تعرف أن العضو هذا مار بالتهاب أو صاير فيه التهاب تمام؟ 100-100 فتوى بنعده للنقطة اللي بعدها خذينا التعريف والعلامات والأسباب متاع الإنفلاميشن بنعده لي types متاع الإنفلاميشن زي ما قلنا types متاع الإنفلاميشن وأهناه قاعدات قدامكم وقاعدات على هيئة جدول مقارنة ما بيناتهم وخذوها من توى معلومة هدية الكم أي جدول مقارنة في مادة الباثولوجي موضع short note لأنه يحب جداول المقارنة في short note تمام؟ شن هو الأكيوت وشن هو الكرونيك انفلاميشن وشن الفرق ما بيناتهم أول حاجة يا دكاترا لازم تفهموا نقطة كلمة أكيوت معناها حاجة صارت بسرعة وصارت بقوة فلأنها صارت بقوة وبسرعة حتكمل بسرعة برضو حتصير بسرعة وتكمل بسرعة أي شيء يصير بسرعة ويكمل بسرعة يؤدي النتيجة متاعها بسرعة نقوله عليه أكيوت وأي حاجة أي عملية في الدنيا تستغرق وقت طويل بيش توصل لقمتها وبرضو الطول وهي شغالة تقعد العملية هذه عملية بطيئة في سريانها والطول لفترة طويلة الحاجة هذه نقوله عليها كرونيك فالالتهاب كذلك الالتهاب كذلك إذا كان الالتهاب هو من اللي حيخلي الالتهاب يصير النكروسز ولا لا النكروسز هو اللي حيعطي الإشارة ببدء عملية الإنفلاميشن تمام؟ إذا كان شوفوها تعالوا ندري لكم رسمة توضيحية صغيرة هنا إذا كان النكروسز نقوله على سبيل المثال هذا الأكسز امتاع الفترة الزمنية نقوله مثلا النكروسز صار في النقطة هذه من الزمان إذا بعد النكروسز مباشرة بدأ عندي إنفلاميشن الإنفلاميشن هذا حيسمى أكيوت إنفلاميشن هو اللي يبدأ بعد حدوث النكروسز مباشرة ما يطولش يصير طول بعد النكروسز ولكن إذا كان بعد حدوث النكروسز في فترة طويلة حتمضي وبعدها يبدأ الإنفلاميشن ويكون باين علينا وواضح علينا حدوث إنفلاميشن في المنطقة هذه اللي كان فيها النكروسز الإنفلاميشن هذا حنسموه كرونيك إنفلاميشن الإنفلاميشن هذا حنسموه كرونيك إنفلاميشن فالإنفلاميشن يا ديكاترا نوعين أكيوت إنفلاميشن وكرونيك إنفلاميشن لو تلاحظوا أهم الفروقات ما بيناتها ولا وحدة من أهم الفروقات ما بيناتها إن الأكيوت انفلاميشن سريع في بي دايته أما الكرونيك انفلاميشن بطيء في بي دايته ولأن الأكيوت انفلاميشن مصرع ما يصير مش لأن مصرع ما يصير شوفوا في الالتهاب الأكيوت اللي يصير بصرعة الكيميكال ميديايترز اللي حيسببا في ظهور علامات الانفلاميشن حينفرزا بكمية كبيرة وبصرعة هائلة تمام فلذلك علامات الالتهاب في الأكيوت انفلاميشن يكون مور برومينانت علامات الالتهاب يكون واضحات أكثر في الأكيوت انفلاميشن ليش؟ لأن في الأكيوت انفلاميشن الأكيوت انفلاميشن شن حيصير له؟ في الأكيوت انفلاميشن حنقعد نبو جهاز المناعة يدير عملية الانفلاميشن بصرعة ويديرها بأقوى قوة ممكنة وحال الغاية ينجز الغرض امتاعه في فترة زمنية كثيرة فعلشان جهاز المناعة يدير عملية انفلميشن سريعة وينجز الغرض اللي مطلوب منه بسرعة حيبدأ يفرز في ال جهاز المناعة حيبدأ يفرز في ال متعات الانفلميشن بكمية كبيرة وبكميات هائلة جدا الكميات الهائلة من ال اللي حيسببا بالفازو واللي حيسبب البين واللي حيسبب في زيادة البرميابلتي وخروج المية إلى التيشو انتفاخ التيشو الأوديما متاع التيشو الكميات الهائلة من الكيميكال ميدييتورز هذلنا حيخلن علامات الالتهاب واضحات أكثر في الأكيوت انفلاميشن تمام والشي هذا يا ديكاترا حيأدي إلى أنه عطيه فترة زمنية قليلة حيتم استنزاف كل الكيميكال ميدييتورز اللي موجودة عن جهاز المناعة ولما يصير استنزاف للكيميكال ميدييتورز اللي عند جهاز المناعة بصرعة معناها أنت الانفلاميشن متاعك الأكيوت هذا مش هتقدر تخليه يستمر لفترة طويلة هذا هو ليش الأكيوت انفلاميشن شورت في الديوريشن متاعه بيش نوضحها الكمة بشكل أكثر تخيلوا معي أن هذه خلية دم بيضاء وخلية الدم البيضاء هذه فقلنا يا ديكاترا نضرب مثال بأن هذه خلية من خلايا الدم البيضاء تحتوي جواها على فيزيكل مليانة بمادة الهستامين مليانة بمادة الهستامين وخلية الدم البيضاء هذه توا الو بي سي هذه جاية توا تبدير عملية انفلاميشن تمام؟ خلوكم معاي لو الخلية هذه توا جاية تبدير انفلاميشن وكان النوع هذا أكيوت انفلاميشن شن حتقعد تدير؟ حتقعد تفرز في الهستامين هذا بكمية كبيرة وبصرعة وبكميات هائلة جدا ولذلك الفازو ديليشن اللي حيصير حيكون قوي بكل وبالتالي العلامات متاعات الفازو ديليشن اللي هنه الاحمرار اللي يصير في الأورغان والصخونة اللي حتصير نتيجة كمية الدم الجديدة الهائلة اللي قاعدة تجيه للأورغان العلامات هذنه حيكونن برضو حتى هنه وضحات وموجودات بشكل قوي عند الأكيوت انفلاميشن هذا هذا هو اللي شنقوله ان الأكيوت انفلاميشن الساينز متعتها مور بروميننت ذان ذا ساينز اف كرونيك انفلاميشن وضحات اكثر من علامات الكرونيك انفلاميشن ولكن الشي هذا على حساب المدة اللي انت تقدر تستمر بيها في اظهار العلامات هذنه بشكل قوي اذا انت تبي تفرز كيميكال ميدييترز بكمية هائلة علشان تدير ساينز واضحة اكثر وقوية اكثر معناها انت مش هتقدر تفرزهم الكيميكال ميدييترز هذنه لفترة طويلة لانك انت حتستنزفهم في فترة زمنية قصيرة لما انت تقعد تفرز في كميات هائلة منهن ولذلك الاكيوت انفلاميشن مصرع ما يكمل والديوريشن امتاعه تكون شورت مقارنة بالمدة امتاع الكرونيك انفلاميشن فاهم نقاط الاكيوت انفلاميشن انه هو اسرع في حدوثه بعد النكروسيز مباشرة يبدأ ويستمر لفترة زمنية قصيرة لانه حيقعد يفرز فيه بكمية هائلة وبالتالي حيستنزفهم في فترة قصيرة لكن بما انه حيفرزهم بكمية هائلة حيسبب في حدوث علامات انفلاميشن مور بروميننت واضحات اكثر من علامات الكرونيك انفلاميشن بمعنى ان لو جبنا انسان عنده على سبيل المثال انسان عنده اكيوت هيباتايتس وانسان اخر عنده كرونيك هيباتايتس ونجو نقارنوا مبيناتهم حنلقوا الانسان اللي عنده اكيوت هيباتايتس الالم اللي عنده ألم اقوى والانتفاخ اللي صير له في كبده انتفاخ اكبر من الانسان اللي موجود عنده كرونيك هيباتايتس هذا المقصد من ان علامات الاكيوت انفلاميشن مور بروميننت بينما علامات الكرونيك انفلاميشن less prominent تمام فنحن توى عرفنا تفسير المقارنة ما بين الكرونيك والأكيوت انفلميشن من ناحية أمتى يبدن والمدة اللي يستمرن فيها وعلامات الالتهاب منو وليش أوضح فيهن المهم ما زل عندنا باقي النقاط الأخرى منو خلايا المناعة اللي ديرن الأكيوت انفلميشن ومنو خلايا المناعة اللي ديرن الكرونيك انفلميشن علشان تفهموا معي النقطة هذه اللي هي أول نقطة مكتوبة قدامكم لازم نحكي لكم عني موضوع مستقل شوية وحنعودوا انفصلوه في كورس الإميونيتي المناعة متاع جهاز الإنسان شوفوا الإنسان لما يسهى كيف يقعد يدوي في كلام لا معنى له سمحوني معلش المناعة الخاصة بالإنسان جهاز المناعة ينقسم إلى قسمين رئيسيات وأكيد أخذتوهن مسبقا المناعة اللي ينولد بيها الإنسان واللي من أول ما يجي الإنسان عليها الدنيا تبدأ تدافع عليه وتحمي فيه واللي ما يهمهش منو الكائن اللي قاعد قدامها بغض النظر عن من هو الكائن هذا حتحربه وتقضي عليه بغض النظر عن هل الكائن هذا نعرفوه أو ما نعرفوهش حنحربوه حنحربوه المناعة هذه اسمها الناتشورال إميونيتي أو الإينيت إميونيتي في الجانب الآخر النوع الآخر من المناعة اسمه الأدابتف إميونيتي أو يسمو فيه حتى سبيسيفك إميونيتي النوع الآخر من المناعة هذا هذا النوع اللي مش هيقدر يحارب أي كائن ولا يقدر يقضي على أي كائن إلا لما الكائن هذا يكون مسبقا خاش في جسمنا ويكون الكائن هذا مسبقا خاش في جسمنا وتعرفنا عليه مسبقا والمرة هذه كانت المرة الثانية أو ما بعدها اللي يخش فيها الكائن لجسمنا علشان تنشط المناعة هذه وتحاربه يبقى نحن عندنا جزئين رئيسيات في جهاز المناعة متاعنا أدابتف إميونيتي أو يسمو فيها كذلك سبيسيفك إميونيتي وكذلك الناتشرال إميونيتي أو يسمو فيها إينايت إميونيتي أو اسمها الثالث نان سبيسيفك إميونيتي الإميونيتي الناتشرال أو الإينايت هي التي إذا خشت بكتيرية إشريشيا كولاي لدمنا حتحاربها حتى وإن كانت البكتيريا خاشة لأول مرة الإنايت إميونيتي هي المناعة التي ستحارب الملاريا حتى لو الملاريا أول مرة تخش لي جسمنا كائن الملاريا اللي هو البلازموديوم الإنايت إميونيتي هي المناعة التي ستحارب بكتيرية السالمونيلا حتى لو البكتيريا هذه لأول مرة خاشها لي جسمنا على الجانب المقابل الأدابتف إيميونيتي من اسمها أدابتف متكيفة تكون تكيفت على كائن واحد تكون بالسفك لكائن واحد وما تخدمش ضد الكائن هذا إلا لما يكون مسبقا خش لجسمنا الكائن هذا تمام يعني لو نحن لأول مرة في حياتنا انتعرضوا لإيشريشيا كولاي الإيشريشيا كولاي هذه مش هتقدر الأدابتف إيميونيتي تحاربها مش هيكون فيه أصلا أدابتف إيميونيتي مخصصة لمحاربة الإيشريشيا كولاي إذا كانت هذه أول مرة تخش فيها لجسمنا تمام نفس الشيء لأي كائن آخر أكيد وصلت لكامل فكرة توا اللقطة اللي بيتهمنا توا إذا كان الإينات إيميونيتي هي القادرة على محاربة الكائن وإن كان لأول مرة يخش لجسمنا معنى ذلك معنى ذلك إن الأكيوت إيميونيتي اللي بيبدأ بسرعة بعد النكروسيس طول بعد النكروسيس مباشرة منه أضمن له إنه يستعمل الأدابتف إيميونيتي ولا إنه هو يستعمل الناتشرال إيميونيتي أفضن معايا الأكيوت إنفلاميشن إنفلاميشن يبي يبدأ بسرعة يبي يبدأ طول يبي يبدأ وقتي مايبش يستنى أول ما صارى النكروسيس الأكيوت إنفلاميشن يبي يصير وقتي فهو يبي مناعة حتقدر تنشط وتهجم وتقضي على مسبب الإصابة بغض النظر عن هو خاش مسبقا من قبل أو لا هل عرفين من قبل أو لا؟ والشيء هذا منه اللي يدير فيه الناتشرال إيميونيتي ما نقدرش نعبو على الأدابتف إيميونيتي إنه هي اللي تدير للأكيوت إيميونيشن لأن الأدابتف إيميونيتي مرات الكائن اللي دار للنكروسيس في مجموعة من خلايا جسمي كائن خاش لي أول مرة في جسمي فإذا أنا نبي نستعمل الأدابتف إيميونيتي في محاربة الكائن هذا مش هنقدر نديرها لأن ما فيش أصلا أدابتف إيميونيتي حتكون موجودة ضد الكائن هذا اللي أول مرة خاش لي جسمي ولذلك الأضمن والأسلم والأحوط في الأكيوت إنفلاميشن إنه هو يستعمل الإينيت إيميونيتي دائما بينما إذا الإينيت إيميونيتي فشلت في مهمة أنها تقضي على الكائن الميكروبي اللي خاش لي أول مرة في الجسم الإينيت إيميونيتي حتسلم الموضوع للأدابتف إيميونيتي وحنقوله كيف والأدابتف إيميونيتي حتحول الإنفلاميشن من أكيوت إلى كرونيك حنقولوها بعدين إن شاء الله الكلام هذا كله على العموم النقطة اللي لازم تعرفوها كلكم إن الأكيوت إنفلاميشن دائما يستعمل في منه يستعمل في الناتشرال إيميونيتي في الإينيت إيميونيتي في النونسبسيفيك إيميونيتي ومنه هنه خلايا المناعة اللي يمثلا الناتشرال إيميونيتي أو يمثلا الإينيت إيميونيتي أهم خليتين من خلايا ال-Inate Immunity خلايا ال-Neutrophils أو اسمهن الآخر Bully, Morpho, Nuclear Cells وكذلك خلايا الماكروفاجز وحنقعدوا نرمزولهن بالرمز أهوة وال-Neutrophils حنرمزولهن بالرمز أهوة ال-Neutrophils والماكروفاجز هن الاثنين يعتبراً تابعات لل-Natural Immunity سمحوني الشي تقلبوا بروحها يعتبراً تابعات لل-Natural Immunity اللي هي حتحارب بالكائن المايكروبي وإن كان لأول مرة خاش لجسننا تمام؟ يعني ال-Neutrophil لو حقت الإشليشيا كولاي لأول مرة حتهجمها وتقضي عليها ولو حقت السالمونيلا لأول مرة حتهجم عليها ال-Neutrophil وتقضي عليها ال-Neutrophil والماكروفاجز ما يهمهش الكائن اللي قاعد قدامنا هل خاش مسبقاً من قبل أو لا وكذلك ال-Neutrophil والماكروفاجز ما يكون نشس بالسفك لأي كائن يعني نفس ال-Neutrophila اللي كانت حتحارب الإشريشيا كولاي هي نفس ال-Neutrophila اللي حتحارب السلمونيلا لو حقتها خلايا ال-Natural Immunity لا يحتاجاً إلى أن الكائن يكون خاش مسبقاً من قبل بالإضافة إلى أن خلايا ال-Immunity ال-Natural Immunity سوري ما يكون نشس بالسفك لأي كائن يهجماً على الكائن الغريب طوله خلاص وهذا هو اللي نحنا نحتاجوه في عملية الأكيوت انفلاميشن تمام؟ أوكي بس يعني خلونا هكي معلومات جانبية لنا أو مش معلومات جانبية معلومات تثقيفية لنا من هو هن خلايا ال-Adaptive Immunity وشن يديران خلايا ال-Adaptive Immunity وشن وظيفتهم بالضبط في جسمنا تعالوا نقول لكم تعالوا نحكو شوية على ال-Adaptive Immunity ال-Adaptive Immunity يا جمعت الخير متمثلة في خليتين من خلايا المناعة وهن خلايا دم بيضاء كذلك الخلايا الليمفوية التائية والخلايا الليمفوية البائية ال-T-Lymphocyte وال-B-Lymphocyte هذين هن خلايا ال-Adaptive Immunity تمام؟ أوكي شوفوا نعطيك معلومات على السريع الخلايا الليمفوية التائية ال-T-Lymphocyte يصنعن في الثايموس والخلايا البائية الليمفوية ال-B-Lymphocyte يصنعن في البون مارو تمام؟ وأول ما هن الاثنين يطلعن من الثايموس ومن البون مارو وين حيمشن؟ حيمشن يرقدن في الليمف نوتس حيمشن يرقدن وين؟ هن الاثنين حيمشن يقعدن خاملات ورقدات جوه الليمف نوتس تمام؟ المشكلة أن خلايا ال-B وال-T-Lymphocyte هذين مهنش natural immunity مهنش نفس النيوتروفل والماكروفاج ما يحربانش في أي كائن هكي وخلاص بغض النظر عن هل نحن نعرفوه أو لا وهل هو مسبقا خاش لجسمنا أو لا الكلام هذا ما يصيرش مع ال-T وال-B-Lymphocyte ال-T وال-B-Lymphocyte لما يبن يهجمن لازم أول حاجة يكون ال-T وال-B-Lymphocyte specific للكائن اللي يبي يهجمن عليه ثاني حاجة لازم الكائن اللي يبي يهجمن عليه يكون مسبقا خش الكائن هذة لجسمنا وجينا نحن لل-B وال-T-Lymphocyte وقلنا لهن شفتنا الكائن هذة اللي خش لجسمنا لازم تحفظا شكلا علشان لو خش مرة أخرى لجسمنا نبوكا انتا يا ال-T ويا B-Lymphocyte إن كان تهجمن عليه وتقضن عليه لو خش مرة أخرى هكي ال-T وال-B-Lymphocyte يخدما وهذا هو ليش ال-T وال-B-Lymphocyte نسمو فيهن specific immunity لأنه حيكون نسب السفك ضد الكائن اللي نحن حنقروه لهن وحنوروهن إنهن لازم يحفظنه ويقضن عليه لو خش لجسمنا مرة أخرى وهذا هو ليش هن مش هيهجمن على الكائن إلا اللي يكون خاش مسبقا لجسمنا لأن إذا لم يكن الكائن أو يعني إذا كان الكائن الممرض أول مرة يخش فيها لجسمنا معناها مش هيكون فيه لا T-Lymphocyte ولا B-Lymphocyte حافظ شكل الكائن هذا علشان تهجم عليه هذا هو ليش ال-T وال-B-Lymphocyte لما يبن يهجمن على أي كائن لازم يكون مسبقا خش لجسمنا وفي المرة الأولى اللي يخش فيها جبناه الكائن هذا وأرضناه لل-T وال-B-Lymphocyte وقلنا لهن أحفظا شكل الكائن هذا علشان تقعد نسبسيفك ضده وتهجمن عليه والدمرنا لو خش مرة أخرى في جسمنا هذا هو ليش نسمو فيه نسبسيفك إميونيتي أو الأدابتف لأنهن يقعد متكيفات على كائن واحد فقط لا غير على عكس الماكروفاج والنيوترفل ما يقعدنش بالسفك لأي كائن بل يحاربن كل الكائنات وإن كانن لأول مرة يخشن لجسمنا السؤال اللي يطرح نفسه نحنا قلنا T وال-B-Lymphocyte يطلعن من مصنحهن ويعدن يرقدن في الليمف نوتس تمام؟ أوكي نحن قلنا السؤال اللي يطرح نفسه أنه على سبيل المثال هذه بكتيرية إيشيريشيا كولاي لأول مرة تخش لي جسمنا من هو اللي حياخذها وحيعدي بيها لللمف نوتس علشان يقريها لل-T وال-B-Lymphocyte ويقول لهن أحفظن شكل الإيشيريشيا كولاي هذه علشان لو خشن مرة أخرى لو خشت مرة أخرى لجسمنا نبيكا أنتا اللي تعدن تقضن عليها وتهجمن عليها من هو المسؤول على نقل الكائن الجديد اللي يخش لي جسمنا من هو المسؤول علي نقله إلى الليمف نوتس مكان رقود T وال-B-Lymphocyte الخاملات علشان يعرض الكائن الجديد لل-T وال-B-Lymphocyte والجواب هو خلية الماكروفاج تعالوا نوريك من الشيء هذا برسمة توضيحية نزيكة وجميلة على السريع علشان تفهموا الفكرة كويس على سبيل المثال هذه بكتيرية إيشيريشيا كولاي لأول مرة خاشة لجسمنا بما أنها لأول مرة خاشة لجسمنا معناها ما ينفعش أن يهجم عليها إلا جهاز ال-Natural Immunity وخلايا ال-Natural Immunity بما فيها ال-Neutrophil وكذلك الماكروفاج فنقولوا هي أن هذه خلية ماكروفاج اهجمت على الإيشيريشيا كولاي وكلتها بالكامل تمام؟ هضمتها بالكامل فاقوسيتوسيز بكتيرية الإيشيريشيا كولاي يا ديكاترا يا كرام شن حيكون جواها؟ شوفوا معايا يا ديكاترا بكتيرية الإيشيريشيا كولاي أهيه؟ حيكون على سطحها على السطح متاحها بروتين البروتين هذا مميز لها هي فقط ومش موجود عند أي كائن آخر عد الله البروتين هذا هو جواز السفر متاحها هو بطاقة الهوية متاحها اللي حتميزها عن كل الكائنات الأخرى البروتين هذا اسمه ال-Antigen ال-Antigen امتاع البكتيريا هذه ال-Antigen أو ال-A-G اختصارة امتاع البكتيريا هذه أوكي؟ تمام شينه حتدير الماكروفاج لما تاكل البكتيريا هذه لما الماكروفاج تاكل البكتيريا هذه حتاخذ الأنتيجن متاحها أهوه أهوه وتعدي تحطه على السطح متاحها الماكروفاج بعد ما تاكل البكتيريا جواها حتفك الأنتيجين امتاحها وتعرضها على السطح امتاحها هن تحط الأنتيجين امتاع البكتيريا على السيرفس امتاحها وتعدي الماكروفاج تسافر باتجاه الليمف نوتس عليش تسافر باتجاه الليمف نوتس علشان تلقى التي والبي لمفوسايت قاعدات خاملات راقدات غادي ما زال ما قاعدانش سبسيفك ضد أي كائن وتجي الماكروفاج وتعرض لهم الأنتيجين امتاح بكتيرية الإشيريشيا كولاي تعرض لهم الأنتيجين امتاح بكتيرية الإشيريشيا كولاي وتقول لهم يا تي ويا بي لمفوسايت شفتن الأنتيجين هذا شفتن الأنتيجين امتاح بكتيرية الإشيريشيا كولاي الماكروفاج شندارت حطت بطاقة الهوية حطت الانتيجن امتاع البكتيريا على السطح امتاحها ومشت شور الليمف نوتز مشت الماكروفاج شور الليمف نوتز وين ما قعدات التي والبي ليمفوسايت وقالت لهن يا تي ويا بي ليمفوسايت شفتن الانتيجن هذا شفتن بطاقة الهوية هذي احفظنها وخلن كان امركزات عليها وخلن كان اسبسفك ضدها علشان امتا ما اي كائن مرة اخرى في جسمنا لو خش لجسمنا يحمل بطاقة الهوية هذي حربوه واقضوا عليه تمام فوقتها حيتكون ان عندي خلايا تي وبي ليمفوسايت سبسفك ضد الاشريشيا كولاي هذي ضد البكتيريا هذي بالذات وحيهج من عليها لو خشت مرة اخرى لجسمنا تمام هذا هو الادابتف اميونيتي هذه هي الادابتف اميونيتي او الاسبسفك اميونيتي ومش هتخدم الا بفضل الماكروفاج لما تاخذ بطاقة الهوية او الانتيجن متاع الكائن الجديد وتمشي تعرضه للتي والبي ليمفوسايت وعلى فكرة عملية عرض الانتيجن هذي اسم علي مسمى انتيجن بريزنتيشن يسمو فيها العملية هذي والخلية اللي تعرض الانتيجينات زي الماكروفاج يسمو فيها انتيجن بريزنتينج سيل تمام وبالتالي زبدة الكلام اللي من بدري ونحن هنحكو عليه ان الاكيوت انفلميشن حيكون المسؤولات عليه الخلايا التي لا تحتاج انها تكون متعرفة على الكائن مسبقا من قبل او لا اللي هنه خلايا النيوتروفل وخلايا الماكروفاج ولو الكائن خش لأول مرة في جسمنا خلايا الماكروفاج حياخذن الكائن هذا ويفكن بطاقة الهوية متاعه الانتيجن متاعه ويمشن يعرضنها لخلايا الادابتف اميونيتي خلايا تي والبي لمفوسايت علشان لو الناتشورال اميونيتي في الاكيوت انفلميشن لم تنجح انها تقضي على الكائن الممرض هذا الموضوع حيتسلم الى الكرونيك انفلميشن واللي حيتولن المهمة فيه خلايا تي والبي لمفوسايت بعدما الماكروفاج جدتوا عرضت لهن الكائن الممرض وبطاقة الهوية متاعه تمام فالكرونيك انفلميشن مسؤولات عليها تي والبي لمفوسايت بأمر من الماكروفاج اما الاكيوت انفلميشن مسؤولات عليه الناتشورال اميونيتي للنيوتروفيلز والماكروفاج تمام اوكي اخر نقطة في المقارنة يا ديكاترا وحنحكو عليها بعدين واجد راه مهمة جدا النقطة هذه ان يا ديكاترا زي ما قلت لكم الانفلميشن يؤدي الى بما انه يؤدي الى سخونة في العضو وانتفاخ في العضو الملتهب الفونكشن بتاع العضو هذه نبي نخسروها بمعنى يا ديكاترا ان الانفلميشن نفسه تقدروا تعتبروه حرب يخوض فيها جهاز المناعة ضد مجموعة من الاعداء اللي يبيضروا جسمنا الحرب يا ديكاترا هذه كأنها حرب واقعية ما فيش ما فيش خسارة فيها فقط لطرف واحد الدمار في الحرب الخسارة والخسارة في الحرب ديما تكون سواء للطرف المنتصر او الطرف الخاسر في خسائر جانبية ديما في الحرب حتى للعضو المنتصر او حتى للطرف المنتصر فخطرها يعني الانفلاميشن هو حرب يخوض فيها جهاز المناعة حتى لو انتصر في الحرب هذه في جزء من العضو الملتهب حيكون تدمر في الحرب هذه فمش من مصلحتنا ابدا ان الانفلاميشن يطول لان كل ما يطول الانفلاميشن كل ما الجزء اللي يتدمر من العضو الملتهب يزيد وبالتالي الاكيوت انفلاميشن اللي حتكون الفترة متاع الشورت التيشو ديستركشن فيه هيكون اقل بينما الكرونيك انفلاميشن اللي مرات يقعد لسنوات اكيد اكيد التيشو ديستركشن فيه اكثر ريتو جدول المقارنة هذا هذا من اهم جداول المقارنة في موضوع الجنرال باثولوجي لازم تكونوا عرفين ولازم تكونوا حفظين الصم كيف اسميكم لان احتمال يجيكم شورت نوت وعرم موضوع MCQs ممكن يجنكم من جدول المقارنة هذا هيكي وصلنا لنهاية الجزء هذا انكملوا الجزء القادم باذن الله دمتم في امان الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله